ننتقل الآن إلى الجزائر لنتعرف على موهبة الشابة تشكل مسيرته قصة ملهمة للعديد من الشباب هو عبد الرؤوف جفال تمكن من فرض نفسه كمؤلف لموسيقى الإعلانات الترويجية الخاصة بالأفلام في هوليوود من موسيقى مثلا فيلم ديون على سبيل المثال لنتابع قصة النجاح فيلم ديون كثبان المعروض في الصلاة حاليا هو واحد من أضخم إنتاجات هوليوود هذا العام موسيقاه التصورية المتميزة من تأليف هانسد زمر أحد أشهر العاملين في هذا المجال لكن موسيقى هذا الإعلان الترويجي للفيلم والذي شاركه زمر على حسابه في فيسبوك ليس من ألحانه وإنما من تأليف عبد الرؤوف جفال شاب جزائري بدأت مسيرته في هذا المجال قبل نحو عشر سنوات لم يدرس عبد الرؤوف التأليف الموسيقي وإنما الترجمة هويته وحبه للموسيقى دفعاه إلى أن يتعلم ذاتيا التأليف الموسيقي دون أي معلم أو دراسة أكاديمية وتخصص في افتكار موسيقى الإعلانات الترويجية للأفلام أو التريلرز عام 2014 انتبهت إحدى الشركات المتخصصة في هولوود إلى موهبته وخلال سبع سنوات شارك في ستين إعلانا ترويجيا لأفلام ومسلسلات وألعاب فيديو شهيرة تنوعت بين تأليف موسيقي وابتكار مؤثيرات صوتية كان أبرزها فيلم كابتن مارفل وفينوم ودارك فينيكس تقرير للزميل خليل حنون عن عبد الرؤوف جفال أو رؤوف ركتو بياسي وهو معنا الآن من الجزائر من تلمسان المؤلف والملحن للموسيقى التصورية عبد الرؤوف أهلا وسهلا بك هنيئا لك هذا النجاح لكن اشرح لنا أولا ركتو بياسي من أين أتت لم يسمعك أعتقد زين جفال عبد الرؤوف من الجزائر منحي لموسيقى التصويرية قبل أن نبدأ أريد أن أعتقد المسابقة لأنني سألت كلام اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية بحكم أني أشترح باللغة الإنجليزية كثيرا أنت لغتك العربية رائعة رؤوف ومن أين أتت ركتو بياسي اسمك المشهور رؤوف ركتو بياسي حسنا هي بدأت بمسحة وهو اسم لا يعني أي شيء والفكرة أتت من كلمة تمثلني عندما كنت أستخدم جوجل وليست متعلقة بشخصيتي ولكن ربما هو اختيار لإسم فني ولكنه لا يعني أي شيء بالذات رؤوف هو اختصار لعبد الرؤوف ولكن مثل ما قلت هو اسم فني لأكثر والأقل عبد الرؤوف أنت تؤلف موسيقى ترويجية للأفلام وليس الموسيقى الأفلام نفسها ما الفرق بين الاثنين الفرق الرئيسي هو بين نوعين من الموسيقى هو أن ما أقوم به هي فقرات موسيقية قصيرة ولا تستغرق ساعات مثل موسيقى الأفلام وما نقوم به يتمثل في تلخيص الفيلم في تلك الدعاية في دقيقتين أو ثلاثة لذلك فإن مستويات أعداد الموسيقى يجب أن تكون عالية علينا أن نشرح بتلك المؤثرات الفنية الموسيقية وبذلك تكون هناك دينماكية أكثر من موسيقى الأفلام ذلك ربما هو الفرق الأكبر بين هذين النوعين من الموسيقى عبدالروف نريد أن نعرف قصتك لنقابل كل يوم شابا عربيا يؤلف موسيقى في هوليوود نريد أن نعرف كيف وصلت خصوصا أنك درست الترجمة ولم تدرس التأليف وأنت صغير في السن أيضا شكرا عن هذه الإطراء أولا حسنا من المهم جدا أن نذكر أنني لا أتي من دراسة موسيقية دخلت في عالم الموسيقى ربما متأخرا وبصدفة وبدأت مع فرق كوبية في البداية بالعزف على الجيثارة وبعد بضعة سنوات من العزف من الفرق الموسيقية نجحنا بعض الشيء في ذلك العالم خاصة في عالم الروك وفي نفس الوقت كان لدي حب للسينما وكذلك للموسيقى التصويرية مثل جلاديتر وأسد الملك وغيرها من الشراءة التي أثارت أعجابي ولذلك قررت أن أعمل في هذا المجال بدأت بمعلومات عامة في الموسيقى وبعد ذلك دخلت عالم التلحين والإنتاج تدريجيا وتمكنت من تحقيق حلم في البداية كان يبدو لي مستحيلا أردت أن أكون الأول على الأقل في وطني في بلدي أن يكون لي موسيقى الخاصة وبدأت ذلك المشروع في 2014 كانت مغامرة وبفضل الله كان سنه في ذلك الوقت 24 سنة وبدأت ذلك العمل وبعد سبع سنوات كنت محظوظا ولدي أكثر من 60 عمل ومجددا لست فقط محظوظا وملهما لملايين الشباب العرب الذين يتابعون هذه القصة فعلا قصة جميلة وملهما بكل الأبعاد شكرا جزيلا لك والمر القادم إن شاء الله سنسمع منك إن كنت تعزف موسيقى نسمع موسيقك أيضا بعيدا عن الترويجات للأفلام شكرا لك عبدالرعوف جفال المؤلف الملحن الموسيقي من الجزائر آه الأوركسترا صحيح يقول ربما لم لا لست موسيقى نسمع الو BAR شكرا لك جزيلا لك